السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه معكم مامة عمر فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو كده بسيط وخفيف هنعمل فيه خلخال بطريقة سهلة جدا ايه لو مبتدئة معي اعترفت نفذيه بكل سهولة يلا لو اول مرة لو اول مرة تشوفيني نزل اعمل اشترك للقناة وفعل زر الجرس ولايك للفيديو ويلا نبدأ على بركة الله اشتركوا في القناة تمامي بنات انا هستخدم خيط ممكن تستخدمي خيط هستخدم معها ابرماز اتنين مليمتر تمام وحنستخدم كمان القروس اه دي هنلاقيها عند اي حبات اه تمامي بنات اه فيه اشكال منها كتير في القروس المدورة دي وفي ممكن تلاقي اشكال تاني اه كتير وبأحجاب مختلفة هنختار اللي الشكل اه المناسب اه ليكي ومش غالية تمامي بنات ويلا نبدأ اول حاجة هشتغل اه سلسلة اه سوريا بنات اه اول حاجة هعملها هبدأ اه قلتم الحلقات دي في الخيط اللي انا هشتغل به الشكل ده هدخل الحلقات بتاعتي اللي انا هشتغلها اه في الخيط بالشكل ده. تمام? تمام ان شاء الله. كده بعد ما دخلت العدد هدخل حوالي من اه من عشرة لاتناشر اه 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 قرش بالشكل ده. وهبدأ هامل عقدة بداية بالطريقة دي. وهشتغل سلسلة. السلسلة دي هتكون ايه? مقاس دوران اللي القدم اللي انا هشتغل عليه. تمام? هبدأ اشتغل سلاسل. اه السلاسل دي هتكون مقاس دوران القدم. بس اه هتكون اه هنعملها تقبل الاسمة على اربعة او مضعفات العدد اربعة. تمام? نراعي كده واحنا شغالين على المقاس بتاعنا. بعد ما خلص هبدأ هامل ايه? ايه هشتغل في في الحلقات بتاعتي دي كلها عمود بلفة. هبدأ هرتفع تلاتة سلسلة بمسابة اول عمود. وهبدأ هدخل بالسلسلة رقم تلاتة وهشتغل اول عمود بلفة بالطريقة دي. هلف الخطعة الابرة هدخل جوه الحلقة. وهشتغل عمود بلفة. تمام? بعدها هبدأ هدخل في كل حلقة من حلقات السلسلة اللي انا اشتغلتها عمود بلفة بالشكل ده. بلف الخطعة الابرة. بدخل جوه الحلقة. وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين في حلقتين. تمام? بلف الخطعة الابرة وندخل جوه الحلقة الاسحب الخيط ونطلع من حلقتين في حلقتين. هكمل آآ باقي السلسلة بتاعتي كلها. هدخل في كل الحلقة وهشتغل عمود بلفة بالشكل ده. تمام? كده خلصنا. اشتغلت على السلسلة كلها. آآ آآ عمود بلفة بالطريقة دي. تمام? الخطوة الجاية هعمل ايه? هرتفع تلاتة سلسلة وهلف الشغل الناحية التانية. تمام? وهبدأ هعمل ايه? هسحب اول آآ ارشي معايا من من الحلقات بتاعتي دي. هبدأ اسحب اول واحد كده هو. بعدها هشتغل تلاتة سلسلة كمان. وهعد تلاتة غرز وفي الغرزة رقم اربعة وهقفل بغرزة حشو بالشكل ده. تمامي? انا اشتغلت تلاتة سلسلة. بعدها سحبت حلقة. بعدها اشتغلت تلاتة سلسلة. بعدها هعد اربع تلات غرز وفي غرزة رقم اربعة هقفل بحشو. وفي نفس الغرزة اللي افلت منها هرتفع تلاتة سلسلة كمان. وحسحب آآ ارشي من القرش دي. وهبدأ هشتغل كمان تلاتة سلسلة. وهعد واحد نين تلاتة في غرزة رقم اربعة هقفل بحشو. وهرتفع تلاتة سلسلة. ونسحب حلقة من الحلقات بتاعتنا. تمام? هعمل ايه تاني? هرتفع تلاتة سلسلة. هعد واحد اتنين تلاتة اربعة هقفل في الغرزة الرابعة بحشو بعدها من نفس المكان هرتفع تلاتة. وهقرر نفس الخطوات. لو انا عايزة آآ القرش دي بتاعتي تكون نازلة اكتر او آآ تكون مسلس اكتر كده نازل. هشتغل ممكن آآ آآ خمس غرز بعدها هسحب آآ القرش بعدها هشتغل كمان خمسة. كده ايه? هتطول معايا شوية. تمام? اهو. شكلها كده هون. اهو. شايفين? ده بيكون. شكل. اهو. نلب في الشغل الناحية التانية على العدلة بتاعته. احنا شغالين في الظهر. دي العدلة بتاعت اللي الشغل. ده بيكون شكلها. هنكمل بنفس الخطوات دي كل اللي السلسلة بتاعتنا على كل العمدان اللي احنا اشتغلناها بطريقة دي. باشتغل تلاتة سلسلة. بسحب. ارش باشتغل تلاتة سلسلة وبعد آآ تلات غرز وفي غرزة رقم اربعة بقفل بحشو وبرتفع من نفس المكان تلاتة. اسحب العملة بعدها تلاتة تلاتة سلسلة بعدها بقفل بحشو في رابع غرزة بالشكل ده. واضح يا بنات? سهلة جدا 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 وسريعة ومش هيخد اي وقت معكي. تمام? كده انا وصلت آآ لاخر خمس آآ غرز هشتغلهم ايه? منزلقة بالشكل ده. هشتغل فوق كل عمود منزلقة بالطريقة دي. انا ليه خليت الجزء ده ما اشتغلتش فيه آآ روش. آآ علشان هنا هركب افل للخلخة اللي بتاعي. هركب افل اللي هو ايه? انا هركب زرار مش هركب الافل اللي استلسلة. تمام? اهو شايفين شكله? الخطوة الجاية هنعمل ايه? ايه الخيوط اللي في الطرفين دي هبدأ ان انا ايه? هنضفها في وسط الغرز بالشكل ده. تمام? ايه خيتي البداية وخيتي النهاية. هبدأ ان انا ايه? انا اضفهم كده هو وسبتهم ايه في وسط الغرز. كده اهو سبت ايه الخيوط بتاعتي. اهو. ايه خيتي البداية وخيتي النهاية. تمام? هعمل ايه? اهو. ايه هبدأ ان انا ايه? الجزء اللي انا سبته في الاخر ده. هركب فيه زرار صغير بالشكل ده. بحيس ايه? ابدأ ان انا يكون قفل معي للخلخال بتاعي. تمام? كده اهو. هسبته بابراوخة عادية. تمامي بنات? وهبدأ ان انا اقفل عليه بالشكل ده. طبعا انا ايه شغال اشتغلت اول سطر ايه عمود بلفة ففيه فراغ هبدأ ادخل الزرار فيه بالشكل ده. وهبدأ ان انا ايه 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 اوسع او اديق فيه حسب اه المقاس اللي انا هشتغل عليه. تمام? اهو. في فيه افل اه اه جاهز بسلسلة كده اهو بيتركب ممكن اجيبه. ممكن ان انا اه اركب اللي هو الزرار ده سهل جدا. وهو في نفس الوقت اعمل ان انا ان انا بقدر ان انا اديق ووسع اه فيه لخل بالشكل ده. تمام? ده بيكون الشكل النهائي للخل الخل بتاعنا. انا في بداية الفيديو ايه انا اشتغلت اتنين واحد بالقرش الصغيرة دي والتاني بالقرش الاكبر منها في بداية الفيديو اللي اتنين ايه يوطحين معايا. ايه يارب فيديو النهار ده يكوني عجبكم. ما يكوني قدرت اوصل لكم الفكرة بطريقة سهلة. لو هجبك الفيديو لايك وشير. دمتم في حفظ الله. والسلام عليكم ورحمة الله.